لا يجوز قط عقد معاهدة على أساس تعطيل شرع الله تبارك وتعالى لا يجوز قط عقد معاهدة ولا عقد تحالف يكون مقتضاه تعطيل شرع الله تبارك وتعالى لأن الدولة لا تقوم إلا من أجل إمضاء شرع الله وإقامة منهج الله تبارك وتعالى والجهاد لا يشرع إلا من أجل سيادة شرع الله تبارك وتعالى على الأرض والإنسان ما خلق إلا من أجل أن يكون عبدالله عزيزا وفق شريعته فتضييع مقصد الشريعة وتعطيل شريعة الله تورك وتعالى لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال مقصدا في أي معاهدة أو اتفاق فأي معاهدة أو اتفاق يتم فيها الاتفاق على إقصاء شرع الله وتعطيله لا يجوز البتة إنما فقط الذي يجوزه هو يمكن أن يقام الدولة أو قامت نظام يكون فيه المسلمون وغير المسلمين تكون فيه الدولة هذه على مسافة وحيدة من المسلمين وغير المسلمين الدولة الإسلامية ليست على مسافة وحيدة من الأديان هي دولة إسلامية هويتها إسلامية شريعتها إسلامية لكنها بين المسلمين وغير المسلمين على مسافة وحيدة يعني هي لا تقف على مسافة وحيدة من الأديان ولكنها تقف على مسافة وحيدة من المتدينين بيدي الأديان تقف على مسافة وحيدة من كل الطوائف المسلمين واليهود والنصارى وكل الأديان تقف منهم على مسافة وحيدة فهي دولة عادلة تحكم بين كل الناس بالعدل ليس العدل فقط للمسلمين وغير المسلمين لكن الدولة هويتها هوية إسلامية ونظامها نظام إسلامي وشريعتها شريعة إسلامية صريحة في هذا وواضحة في هذا لكن برغم صراحة هويتها ووضوح صبغتها إلا أنها في تعاملها مع الخلقي تقف على مسافة واحدة